احنا دلوقتي بقينا بنعاني من هوس الوصفات اللي بتجربها وبتتقال على السوشيال ميديا وفصلنا على بعض المواقع تواصل اجتماعي فيديوهات قصيرة كده فيها وصفات كتير قوي قوي طول الوقت بنلاقيها وإحنا بننجرف ليها وبنحاول نجربها بس فيه معظمها بيكون خطر دي حقيقة دي حقيقة هو الأسف هو عشان البلوجرز والناس اللي بطلعوا للسوشيال ميديا عارفين اللي موضوع الجمال والتجميل ده هاجس عند الناس كلها فغلبيتهم بتكلم في الحتة دي وساعات بيقولوا كلام ملوش أي أساس من الصحة كان مثلا أشهر حاجة كان يقولك استعمله الجاز الأبيض على الشعر هيطول الشعر هينعم الشعر هيعالج التقصف والهيشان والحاجات دي طبعا ده خطر شنيع جدا ده أشهر وصفة اتقالت الجاز في الآخر هو عبارة عن زيت هو أصلا جامل بترول وهو عبارة عن زيت كل اللي بيعمله إنه هو بدي لمعة بسيطة لمعة كاذبة للشعر ولا فيه فيتامين ولا فيه معادن بيستفيد منها الشعر نهائيا مجرد بس إنه هو بيتغسل كل التأثير ده بيروح وبيسيب الشعر جاف جدا وهايش جدا غير بقى النجاز كمان له مشاكل تانية زي التهاب فاروط الرأس من قبل حاجات لم يمكن تحرق فاروط الرأس كان زمان بيستعملوه أيام ما كانش فيه حاجات للقاتل حشرات الشعر كان مفيد جدا في الموضوع غير كده هو مالوش أي فايدة نهائيا والترطيب ده ممكن نحصو عليه من حاجات تانية زي يزيد مثلا الخاروعة الجوبة الأرجان بشكل لطيف فيه وصفات تانية برضو مشهورة قوي يقولك حط معجون السنان على حب الشباب آه ده حال سريع طبعا طبعا ده كلام مالوش أي أسل من الصحة حب الشباب ده حاجة من داخل الجسم ناتج عن زيادة إفراز الغدد الدهنية حب الشباب مش يعمل فيه سوري معجون السنان مش يعمل فيه أي حاجة خالص نهائيا أكثر من هو هيلهب المنطقة اللي بتحط فيها اللي عندنا أصلا أكثر منطقة جافة وملتهبة في الوجه المنطقة اللي حوالين اللي حوالين البق نظر اللي معجون سنان ساعت بينزل عليها فطبعا ده برضو من الحاجات اللي هي خطر بشهورة ومسك الكركم والكركدي ورز طبعا بيحاول يجوبوا أي حاجة موجودة في البيت تمام وطبعا ما لهاش أي أساس من الصحة الأدوية نفسها اللي بتتعامل لو الواحد خادها بشكل مدة طويلة شوية أو خادها بجرعات عالية شوية ممكن يكون لها تأثير عكسي زي مثلا وصفات التفتيح غالبية وصفات التفتيح اللي بتشيط تصبغات بيكون فيها نسب عالية جدا من الكورتزون الكورتزون طبعا غير أنه هو هو علاق طبعا لو اتاخد بجرعة مضبوطة وكاتبها الدكتور ولكن لو اتحطت لمدة طويلة بيجي لنا ناس كتير قوي قوي عندهم حاجة اسمها ستريتش ماركس أو تشققات في الجلد ده تيجي تستعمل خلطات التفتيح وحاص بقى اخواننا بقى في الصعيد وفي السودان وفي الأماكن اللي بيبقى البشرة صمراء البشرة صمراء عندهم هوس برضو التفتيح بالخلطات دي تشققات الجلد ظهور حب الشباب الزيادة نتيجة تستعمل الكورتزون كتير ظهور حاجة اسمها الوردية ده تيجي برضو استعمل خلطات الكورتزون الكتير طب إيه البدائل القابلة للخلاطات اللي ممكن الواحد أو الواحد تستخدمها فيه نروح للدكتور نحن بيجينا اتنين اتنين مرضى عندهم نفس المرض وفيه حد بنكتب له علاج معين والتاني بنكتب له علاج مختلف نظرا لأن بيكون فيه تفاعل مختلف طبيعة الجلد مختلفة احنا عندنا الجلد بتاعنا ده بيبقى المفروض أنه هو حمدي حمدي يعني ما بين أربعة ونص إلى خمسة ونص البيئتش بتاعه ايه فأنا لو واحد تاني يجي لي البيئتش بتاعته أعلى من كده شوية لو استعملت الاتنين نفس الحاجة أكيد هنأصل على الجلد بشكل جامد جدا وبعض النصب يستعمل حاجة اسمها بيكربونات الصوديوم اللي هي الصلة بتاعت العيش دي واللمون اه اللمون طبعا فيه عشان وفيه فيتامين سي فهما متخلوا لما يحطوا على جلده هيفتح الجلد ده بيعمل التهبات صعبة جدا الغلتهابات جفاف اكزيمة يعني حاجات كتل جدا وصفات تانية زي موضوع وصفات فرد الشعر اللي هي طبعا بقى دلوقتي اللي كل مسمياتها بتختلف من وقت للتاني وكلها بتحتوي على نسبة فورمالين بنسبة جميلة بالزبط هو زمان كانوا بسموه بروتين بعدك يا سموه كيراتين بعدك يا سموه فيلر بعدك يا سموه بوتوكس بعدك يا سموه أرجان آخر اسم لي دلوقتي مسمينه جلسات كبير ده عدد خلاص وبعدك كده جابوا جلسات ترميم دلوقتي مسمينه جلسات علاجية روحنا يا دكتور عملنا تريتمنت يعني عشان ما يتكلمش أساسا ترجمة نانسي قنقر